بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس عندنا طبعا النهاردة وكالعادة ملفات وأمور هامة جدا حنقشها مع حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة يمكن أحداث أو أحداث كثيرة جدا بتحصل خلال هذه الفترة الحدث الأبرز والأهم لنا كأهلوية وهو المؤتمر الصحفي للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر طبعا منذ قليل أعلن النادي الأهلي أيضا التعاقد مع أولى الصفقات زي ما قلت لحضراتكم من برح وأنا بتكلم مع حضراتكم وقلت لكم من برح من برح أن خلال هذا الأسبوع سيستمر عداد النادي الأهلي أو سيستمر النادي الأهلي في أنه يعرف جمهوره بصفقاته اللي حصلت خلال هذه الفترة كانت البداية النهاردة الصبح أو يوم الجمعة الحقيقة بداية الإعلان عن مارسيل كولر المدير الفني والنهاردة كان المؤتمر الصحفي وإذا أردت أن تتعلم كيف يكون المؤتمر الصحفي فعليك أن تنظر ماذا حدث ساعة واحدة في ظهر النهاردة في المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني لنادي الأهلي اللي عايز يتعلم يتعلم اللي مش عايز يتعلم ويقعد يتفرج هو حر اللي عايز يتفرج من غير ما يتعلم برضو هو حر اللي عايز يقلد هو حر ودايما عندما يتم المقارنة بتتم مقارنة النادي الأهلي بحاجة زيه أو حاجة قريبة منه ما ينفعش أن أنت تقرر النادي الأهلي بحاجة أقل منه أو أبعد عنه بكتير جدا إحنا ليه دايماً لما بنيجي نتكلم بنتكلم بهذا الشكل لأنه النادي الأهلي هو كبير الكرة في مصر وبالتالي يجب أن ينظر الجميع للنادي الأهلي ويتعلم اللي عايز طبعاً أنا هنا بجأتكلم أنا بتكلم في المطلق لأنه فيه ناس بتبقى عايزة تتعلم وفيه ناس ما تقدرش عارفين فاكرين المصرحية بتاعة محمد صبحي النجم الكبير للأستاذ محمد صبحي يعني لما كان معاه هو جسمه كبير جداً وواحد تاني رفيع كده وصغير وجسمه صغير فييجي يضرابه يقوله إيه يا ابن بعد عني يقوله ما تقدرش كل حاجة يقوله ما تقدرش ما تقدرش أنا اللي حضرابك في مصرحية الهامجي فالنادي الأهلي في حتة وأي حد في أفريقيا في حتة تانية أي حد في أفريقيا في حتة تانية فبالتالي عندما لما تشوف حد أحسن منك في حاجات كتير قد تكون الأمور الفترة اللي فاتت الأمور الفنية والمباريات وأن انت بتخسر دوري وأن انت بتخسر كاس ممكن جداً بتحصل وبتحصل مع أكبر وأهم الأندية في العالم لكن كيف تعود هو ده اللي احنا دايماً بنتكلم فيه هو ده دايماً اللي النادي الأهلي بيحاول أو دايماً بيعلمه للأجيال دايماً ده اللي احنا بنعلمه أو النادي الأهلي بيعلمه للأجيال أن انت حتى لو وقعت سنة أو اتنين تقدر تقوم إمتى وتقدر تقوم إزاي ولما تقوم تعمل إيه؟ ده اللي حيبان خلال هذا الموسموه بالتالي لما يجي اتكلم بقول إيه؟ تعلموا والله أنا هنا لا أقصد شيء إلا أن اللي عايز يتعلم يتفرج وجرب أن انت تعمل كده لو جربت أن انت تعمل كده على فكرة الناس هتسقف لك عادي أنا أول واحدة عم عزق والله حاطل عزقف أقول هيلين يا جماعة برابو عليكم عملتوا شغل كويس وقربتوا من الشغل أو عملتوا شغل زي اللي بتعمل في النادي الأهلي أو في تنظيم المؤتمرات في النادي الأهلي لأنه في النهاية في بعض الصور النهاردة كانت بيتم مقارنة المؤتمر الصحفي في النادي الأهلي بمؤتمرات صحفية أخرى أنا الحقيقة بشوف أن لا يصح يا جماعة والله ما ينفعش أنتوا تحطوا ده مع ده والله لا يصح يعني مؤتمرات صحفية حصلت من كم يوم ومؤتمرات صحفية حصلت من كم شهر ومؤتمرات صحفية الصور نازلة النهاردة ومبالح يعني ومؤتمرات صحفية ومبالح إزاي هو النهاردة بس من بعد المؤتمر الصحفي صور نازلة على المؤتمر الصحفي اللي نادي الأهلي بيقرنوا بأنديا عالمية طبعا وأنديا في أفريقيا وأنديا في مصر وبالتالي خلي اللي عايز يتعلم يتعلم واللي عايز يبص يبص واللي عايز يشوف يشوف علشان تقدر تعمل حاجة قريبة من اللي بيتعمل ولو عملت مرة تانية بنقول كلنا كأهلوية حنبقى مبسوطين ان احنا في ناس بتقلد وبتزبط وبتعمل الحاجة اللي احنا كأهلوية بنعملها لانه ده متاح للجميع ان هو يتفرج تتفرج النهاردة لو كنت فتحت قناة النادي الاهلي كنت حتتفرج على المؤتمر الصحفي وتشوف التنظيم عامل ازاي لو تقدر تروح النادي الاهلي وتخش جوه النادي وتقعد في وسط العدد الكبير جدا لو فيه في المؤتمر يا سمير لو سمحت لونجاية تجيب الاعداد دي بقى ياريت اه فلو شفت الاعداد الكبيرة اللي كانت موجودة يبقى هو ده النادي الاهلي اهو بالزبط زي ما حضراتكم شايفين لكن ما ينفعش تقارن ده بحاجة تانية ده اللي انا قصد اقوله في هذا الامر